هنروح لرياضة الغطس الحقيقة برضو من رياضات القوية جدا في النادي الاهلي وعندنا ابطال برضو مسيله مصف الانبياد وعندنا ايضا لعيبة جيدة يمكن براعم الغطس في النادي الاهلي بيحصده بطولة الجمهورية وده كان برضو من احد الانجازات اللي حصلت هذا الاسبوع فريق براعم الغطس في النادي الاهلي فاز بلقب بطولة الجمهورية والتي تلعبت منذ ايام الحمام بسباحة النادي بفرع مدينة ناصر وقدر لعبة كتير في النادي انها تفوز بجواز فردية على هامش البطولة ففاز زيادة عمر بكأس افضل لعب يعني وكمان فاز يوسف محمد بكأس افضل لعب متقدم وحققت فريدة محمد كأس افضل لعبة متقدمة الجهاز الفني والاداري لألعاب الماء بالنادي بيتكون من لواء وقل عزة رئيس جهاز ألعاب الماء ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء وعمر مندوح مدير جهاز الغطس والسباحة التوقعية وطارق جمعة المديرة الفني ومحمد العسال مدير قطاع الناشئين وأسامة كساب المدير المدرب العام وعمر الكاشف المدرب العام أيضا والمدربات نورهان عبدو ونرمين يحيى وهانا هاني وداليا حدحوت ومحمد كمال وناهد نظمي ورامز أسامة مدربي اللياقة بدنية النادي الأهلي بيقدم كل الدعم للغطس يمكن عندنا مهى طبعا لعبتنا اللي بتلعب في أمريكا في أحد الجماعات ولعبتنا الأولمبية أكيد طبعا دي أكبر ممثل لنا وأكبر سفير للغطس في النادي الأهلي المتمنى لكل التوفيق